بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم مشاهدي الكرام أرحب حضراتكم في حلقة جديدة مع درنامج نبي الرحمة وما أجمل أن نعيش مع نبي الرحمة صلى الله عليه وسلم من خلال أحاديسه من خلال هذا النور الذي نراه في كل جملة من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثنا اليوم هو الحديث من أحاديث الأربعين النووية نبدأ بداية نعطر الألسنة ونعطر المسامع بكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عمر بن الخطاب رضي الله عنهم قال بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم استلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر الصفر ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخزيه ثم قال أخبرني يا محمد بدأ يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام أولا فقال النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا قال صدقت فتعجب الصحابة رضوان الله عليهم يسأل ويصدق ثم قال أخبرني عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره قال صدقت أخبرني عن الإحسان قال الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراه قال أخبرني عن الساعة قال النبي صلى الله عليه وسلم ما المسؤول عنها بأعلم من السائل قال أخبرني عن أماراتها فقال النبي صلى الله عليه وسلم أماراتها أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاتة العراتة العالة رعاء الشاه يتطاولون في البنيان فانطلق هذا السائل ثم لبس النبي صلى الله عليه وسلم مليا ثم قال يا عمر أتدري من السائل قال عمر الله ورسوله أعلم قال النبي صلى الله عليه وسلم إنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم تعالوا بنا إلى نص هذا الحديث نعيش معه لنرى الرحمات من النبي صلى الله عليه وسلم عندما يبين لنا أركان هذا الدين أسس هذا الدين كيف يرتقي الإنسان من درجة إلى درجة إلى درجة حتى يصل إلى علو النفس وصفاء النفس وحتى يصل إلى حقيقة ما ينبغي أن يكون عليه هذا الوصف الذي وصفه سيدنا عمر بن الخطاب لهذا السائل الذي جاء يسأل النبي صلى الله عليه وسلم وصف يحتاج إلى حلقات ولكن يكفي الإشارة فيه أن نشير إلى أنه وصفه جاء بكامل هيئته تأخذ من ذلك أنك لابد أن تكون فيها كامل هيئتك إن أردت أن تقابل عظيماً مسؤولاً لابد أن تكون بكامل الهيئة وإذا أنزلت ذلك على الواقع لن تقابل أحد فوق الله عز وجل في صلاتك فكن على أحسن سورة وأنت تلقى الله سبحانه وتعالى قال الله لنا في القرآن الكريم خذوا زينتكم عند كل مسجد ووصف لنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه كيف جلس هذا السائل من النبي صلى الله عليه وسلم عندما أسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخزيه ثم سأله قائلاً أخبرني يا محمد لم يستطع ولم يفعل أحد من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم أن سألوا محمداً بإسمه وإنما كانوا يسألونه بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم فتعجبوا من ذلك كله ثم بدأ يسأل عن ما ينبغي أن تعرفه أنت أيها المسلم ماذا تعرف عن دينك لابد أن تعرف الإسلام الذي هو مفتاح لابد أن تفتح به للدخول إلى شريعتك الغراء فعلمه الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت أول مفاتيح الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وما منا أحد من المسلمين إلا شهد بذلك ولكن أرجو أن نخرج من دائرة الكلام فحسب إلى دائرة التفعيل على أرض الواقع نطقت بالشهادتين لن يقبل بعد الآن إن استمعت إلي قولا بدون دليل ما دليلك على صدقك في قولك لا إله إلا الله محمد رسول الله تحتاج إلى متطلبات تحتاج إلى أن تدلل على صدق ما تقول لأن الله حذرنا لما تقولون ما لا تفعلون أول متطلبات لا إله إلا الله محمد رسول الله أن تقول بها وأنت على يقين أنه لا إله غير الله عز وجل أنه لا معطي غير الله سبحانه وتعالى أنه لا شافي غير الله سبحانه وتعالى وتؤمن أيضا أنه أرسل محمدا صلى الله عليه وسلم رحمة بك الأمر الثاني الذي يترتب على صدقك في قولك أن تتبع أوامر الله عز وجل وأن تكتنب نواهي وأن تتبع سنة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم لا يصح على الإطلاق أن تجد مسلما يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ثم لا تجد الأوامر في أفعاله ولا في أقواله ولا في أخلاقه ولا في آدابه ولا في بيته ولا في معاملاته ولا في عمله ولا محبة وطنه ولا على أرض الواقع في كل حركة وسكنة نريد دليلا عمليا على صدق دعواك بأنك تقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إن تفعلت معها في أقوالك وأفعالك أخذتك إلى بقية الأوامر تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا هذه العبادات هي التي تسمو بأخلاقك هذه العبادات هي التي تحفظ عليك دينك هذه العبادات هي التي ترتقي بنفسك أنت تتكون من جسد وروح الجسد لها مطالبه له مطالبه من مطعم ومشرب وراحة ونوم والروح لها مطالبها مطالبها من عبادة تزكيها من عبادة تتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى انظر ماذا تفعل الصلاة في نفس المسلم في نفس المؤمن ترتقي به إلى روحنيات يحتاجها الإنسان في حياته تحتاجها الإنسان في تربية نفسه في تهزيب سلوكه في معاملة غيره في إنزال الواقع الذي يحيى به ويأخذك الصلاة إلى الصيام ويأخذك الصيام إلى الزكاة ويأخذك الزكاة إلى حج بيت الله الحرام عبادات تنزل بك على أرض الواقع تسمو بها إن تمكنت هذه العبادات من قلبك وتمكنت من أفعالك وأقوالك أخذتك إلى الرقي ويأتي الرقي في سؤال جبريل عليه السلام للنبي صلى الله عليه وسلم بعد أن سأله عن الإسلام ترقى أنت إلى الذي بعده وهو الإيمان الإيمان بمن؟ أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره التفت إلى أن الإيمان أمر لا يتصد بالعقل أمور غيبية نسميها في علم العقيدة سمعيات لابد أنك تؤمن بها أنت لم تراها لم ترى اليوم الآخر لم ترى الأنبياء لم ترى الملائكة لم ترى شيئا من الغيبيات جاءت إلينا عن طريق الرسل وأخذناها تصديقا وإيمانا يقينيا بأن ذلك أخبرنا به الله عز وجل الإيمان هذا هو الذي يجعلك تسلم بكل أمر في حياتك تأخذ هذا الأمر بيقين أن الله سبحانه وتعالى هو الذي كتب ذلك وأرجو أن نقف مع مسألة تجعل العقيدة راسخة في قلوبنا أن تؤمن بالقدر خيره وشره التفت أقدار الله عز وجل وما كتبه الله سبحانه وتعالى لن تخرج عن دائرته ولن تستطيع أن تنفع نفسك بشيء إلا قدره الله عز وجل ولن يستطيع أحد أن يضرك بشيء إلا قدره الله سبحانه وتعالى فكأن المقادير قدرت الذي يفهم هذه القاعدة هو الوحيد الذي يسعد في هذه الحياة يعلم إن قدر الله له الخير هذا ما قدره الله عز وجل وإن ابتلاه الله سبحانه وتعالى قدر الله سبحانه وتعالى يعلم أن الخير والشر من عند الله سبحانه وتعالى ولا تدري لعل الله عز وجل منع عنك ليحفظك من أمر قد يؤتي سماره إن أعطاك دليلنا على ذلك هذه الآية التي ينبغي أن نلتفت إليها ولو بسط الله الرسق لعباده لا بغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء هذا الذي يظن أن الله قدر له القليل لأنه لا يرضى عنه من الذي قال ذلك الله يحبك عندما قدر لك القليل الله يحبك عندما أعطاك الكثير ويختبر الجميع يختبر الغني فيما أعطاه الله من مال ويختبر الفقير فيما منعه الله عز وجل التفت إلى بقية الآية ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء لماذا يا رب؟ مع قدرة الله عز وجل أن يغني الجميع وأن يعطي الجميع إنه بعباده خبير بصير الخبير البصير يعلم لو زاد مالك عما قدره الله عز وجل هل ستكون من الطائعين أم من الغافلين أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يرزقنا طاعة تقربنا من الله عز وجل فاصل ثم نعاود مرة ثانية بإذن الله عز وجل بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم نعود إلى حديث سيدنا عمر رضي الله عنه في سؤال جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم تعلمت الإسلام وتعلمت الإيمان وفعلت ذلك في حياتك يقينا سيأخذك الإسلام والإيمان إلى المرتبة الثالثة وهي الإحسان التفت إلى كلمة إحسان تقع في مسامع الناس على أن الإحسان أن تعطي غيرك الإحسان أكبر من ذلك وأرجو أن نؤصل قاعدة نتفق عليها سويا مداية من لقائنا هذا نبدأ لا نضيق المعاني الواسعة المعاني واسعة في الإسلام كلمة الرحمة واسعة كلمة الإحسان واسعة لا نضيقها في زاوية ضيقة وإنما نتوسع مع المعاني الجليلة التي أرادها الله لنا بماذا عرف النبي صلى الله عليه وسلم الإحسان عرفه أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك وقفة مع هذه الجمل الرائعة لو أن الإنسان أدرك أنه يرى الله عز وجل كيف أرى الله؟ في أي شيء أرى الله؟ أنت ترى الله عز وجل في كل حركة وسكنة ترى الله في نفسك ترى الله في آياته ترى الله في سمائه ترى الله في أرضه وعندما تستمع إلى آية في القرآن الكريم ومن آياته كأن الله عز وجل يقول لك أنا هنا التفت إلى آياتي ولذلك آيات القرآن الكريم وأضرب أمثلة أقرب بها الصورة إلى الأزهان الله يقول لنا ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون التفت إلى هذه الآية الإنسان أصله من تراب ثم خلقك الله عز وجل على هذه الآية هذه الهيئة من أكل ومطعم ومشرب وجهاز في داخلك وسمع وبصر ولسان ويد وقدم نعم الله عز وجل جعل الله نفسك آية لابد أن تلتفت إليها هذه الآية التي جعلها الله في نفسك وفي أنفسكم أفلا تبصرون دلالة على أنك ترى الله عز وجل زوجتك التي في بيتك وكيف غعل الله بينكما مودة ورحمة آية من آيات الله ولذلك ربنا سبحانه وتعالى زكرها لنا في القرآن الكريم ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً خلقها من جنس الرجل لأن الأجناس الأصل أن تتماثل وأن تتآلف وأن تتواد لا أن تتنافر على الإطلاق ومن عجيب هذا الزمان أن نرى التنافر بين الزوج والزوجة مع أنهما من جنس واحد الأصل أن يتحد الأصل أن يأتلف الأصل أن لا يتنافر وجعل الله هذه العلاقة آية من آيات الله سبحانه وتعالى ترى الله عز وجل في هذه السماء الذي رفعها بلا عمل ترى الله سبحانه وتعالى في هذه الأرض الذي بسطها ومددها لنا في الجبال كيف جعلها رواسية ترى الله سبحانه وتعالى في الزرع الذي جعله الله عز وجل لنا زرع يجاور بعضه بعضا يسقى بماء واحد ولكن مع أنه ماء واحد وأرض واحدة وسماء واحدة وشمس واحدة ونفضل بعضها على بعض في الأكل التفت إلى أن الله سبحانه وتعالى ضرب لكل قوم مثالا في القرآن الكريم يعرفون الله عز وجل به أصحاب الأنعام يعرفون الله من خلال ضرب المسال أصحاب الكواكب والنجوم يعرفون الله سبحانه وتعالى أهل الفلك أهل الرياضيات أهل الفيزياء أهل الكيمياء دلهم الله عز وجل بهذه السنن الإلهية في القرآن الكريم وسأذكر مثالا في قوله تعالى وإن لكم في الأنعام العبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين التفت إلى هذا المثال واسكر أنك ترى الله فيه البهيمة تأكل الطعام فيدخل هذا الطعام إلى جسدها فيتحول إلى لبن في الضروع وإلى دم في العروق وإلى بول في المثانة ويتحول إلى لبن خالص يخرج من بين دم وفرث كأن هذا اللبن لا يتغير لونه ولا يتغير طعمه ولا يتأثر بالرائحة من الذي خلقه على هذه الهيئة ومن الذي هيئه لك حتى تشربه لبنا خالصا سائغا للشاربين الله سبحانه وتعالى فكأنك ترى الله عز وجل الإحسان أن تعبد الله كأنك ترى تستشعر أن الله سبحانه وتعالى معك في كل حركة وسكنة لو استشعرت ذلك لحفصت نفسك وحفصت بصرك وحفصت سمعك وحفصت لسانك وحفصت يدك وحفصت قدمك وحفصت الجوارح لأنك ترى الله سبحانه وتعالى فإن لم تستطع أن تفعل هذه الخاصية الجليلة في حياتك فإن الأمر الذي لا يستطيع أحد أن ينكره ليس لصاحب عقل أن ينكره أن الله عز وجل يراك إن لم تكن تراه فإنه يراك استحي من هذا الذي يراك استحي من الله سبحانه وتعالى أنه مطلع عليك يسمع دبيب النملة الصمراء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور تعامل مع الله سبحانه وتعالى لا تتعامل على أنك إذا غبت عن أعين الناس أطلقت لنفسك العنانة أن تفعل ما شئت تخاف من البشر الذين لا يملكون لك نفعا ولا ضر ولا تخاف من الله عز وجل الذي بيده ملكوت السماوات والأرض التفت وحكم العقل الذي أعطاك الله إياه تصل إلى درجة الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك أنظر إلى رحمات النبي صلى الله عليه وسلم نبي الرحمة عندما يتسلسل معنا من الإسلام إلى الإيمان إلى الإحسان درجات عالية تسكية للنفوس ثم يسأل جبريل عليه السلام النبي صلى الله عليه وسلم عن الساعة وتأتي الإجابة قاطعة يعلم النبي صلى الله عليه وسلم السائل أنه جبريل عليه السلام فأجاب إجابة لا تكعل البعض يسرح بعقله ويشغل نفسه بقيام الساعة ما المسؤول عنها بأعلم من السائل أمر ادخره الله واحتفظ الله به ولم يعلنه للبشر إكراما لنا حتى لا نعيش في هذا الجو الذي يشغلك عن الحياة وأن تستمتع بالحياة وأن تنال الرحمة في هذه الحياة وأن تكون معمرا في هذه الأرض تبني في هذه الأرض تقوم بالمهمة التي خلقها الله عز وجل من خلالها إعمار في الأرض وليس إفساد على الإطلاق فما كان من النبي صلى الله عليه وسلم إلا أنه سأله جبريل يا رسول الله أخبرني عن أماراتها فقال النبي صلى الله عليه وسلم من أمارات الساعة أن تلد الأمة ربتها واختصارا لضيق الوقت من معاني جليلة ذكرها العلماء من مسألة أن تلد الأمة ربتها ذكروا معنى يتصل بواقعنا الذي نعيش فيه فقالوا من معانيها أن الولد في عقوقه لأمه يعامل الأمة معاملة السيد لعبده فكأنه ينظر إلى أمه على أنها لابد أن تنفذ ما يريد ويقدم زوجته على أمه في هذا الزمان عقوق كامل أن تلد الأمة ربتها يعامل الأمة معاملة السيد لعبده ينفر منها ولا يسأل عنها هذه أحق الناس ببرك هذه التي كانت سبب في وجودك على هذه الحياة الأم لا تعوض على الإطلاق الأم هي سبب الرحمة الأم هي سبب النجاة الأم هي الذي لا تنام إلا إذا نمت ولا تشبع إلا إذا شبعت ولا ترتاح إلا إذا ارتحت ولا يهنأ لها عين إلا إذا رأتك في سعادة وفي مرح وتلبي لك وتعطي بلا مقابل على الإطلاق فلا تفعل أن تلد الأمة ربتها ونرى ذلك في عقوق الأبناء للآباء ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم من علامات الساعة أن ترى الحفاتة العراتة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان فكأنك ترى الرجل في غير مكانه ترى الذي يفعل الفعل ليس مخول له أن يفعل الفعل كل مناط به أمانة وضعها الله في عنقه فلما انتهى جبريل عليه السلام من أسئلة النبي صلى الله عليه وسلم التي هي رحمة لك الأسئلة والأجوبة باب رحمة في برنامج نبي الرحمة انطلق جبريل عليه السلام فما ترك النبي صلى الله عليه وسلم إلا وقتا قصيرا ثم قال لعمر يا عمر أتدري من السائل فما كان من إجابة عمر إجابة الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أن الدلالات تدل على أنه جبريل عليه السلام في مجيئه بهذا الوصف في جلوسه مع النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الهيئة في قوله للنبي صلى الله عليه وسلم بإسمه وليس بصفته نبي أو رسول في قوله صدقت ولا يصدق إلا الذي يعلم الإجابة قال متأدبا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الله ورسوله أعلم يا رسول الله ليتنا نتأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الأدب نستطي أن نتأدب إن سمعت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فخير ذلك علي أو شر نهاك عنه يريد الله عز وجل أن يأخذك إلى حظيرة الإسلام إلى رحمة الإسلام إلى سماحة الإسلام إلى عفو الإسلام من خلال أقوال نبي الرحمة محمد صلى الله عليه وسلم اللهم اجعلني وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وافتح لنا يا ربنا أبواب رحمتك آمين آمين وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته